موسيقى يعطيكم العافية توجيه في الحصة الماضية أنا وياكم بلشنا بالجهاز الهيكلي اللي هو أول جهاز مطروح في كتابنا واتطرقنا فيه لوظائف هذا الجهاز وحكينا عن أقسام الجهاز الهيكلي اللي هو المحوري والطرفي اليوم أنا وياكم مننا نكمل وبدنا ندخل جوة لتركيب هذا الجهاز إذن درسنا لليوم هو عبارة عن الجهاز الهيكلي وأهدافنا حقيقة اليوم رح تكون إننا نعمل وصف لتركيب نسيج العظم والغضاريف رح نتطرق لمفهوم المفاصل ورح نعطي أمثلة على بعض أنواع المفاصل اللي موجودة في داخل جسمنا وبداية منسأل سؤال يا توجيهي إنه مما يتركب العظم بداية منحكي إنه يا توجيهي العظم هو عبارة عن نوع من الأنسجة الضمة خلايا بتكون موجودة في داخل مادة بين خلوية صلبة وهو يتألف من قسمين القسم الأول بنسميها المكونات بين الخلوية والقسم الثاني بنسميها المكونات الخلوية المكونات بين الخلوية حقيقة نحنا بنرتكز فيها على أملاح الكالسيوم اللي بتشكل يا توجيهي ثلثي كتلة العظم ولما بحكي أملاح الكالسيوم فأنا بكون بقصد فوسفات الكالسيوم كربونات الكالسيوم وهاي أكيد بدها تكون تعطي الصلابة للعظم أما بالنسبة للقسم الثاني فهو الكولاجين والبروتينات الثانية اللي بتقمن أهميتها في إنها تعطي المرونة للعظم هذا فيما يخص المكونات بين الخلوية أما بالنسبة للمكونات الخلوية فنحنا بنحكي إنه هاي الخلايا العظمية الحية بتشكل تقريبا نسبة 2% وهون إحنا بنحكي عن نوعين من العظم في عنا العظم الكثيف والعظم الإسفنجي وإنت كطالب توجيهي لازم اتميز من الإسم لما بحكي عظم كثيف إذن هو بدو يعطي سلابة بدو يعطي قوة بدو يعطي دعامة أما العظم الإسفنجي فنحنا بنحكي عن خفة الوزن إضافة إنه بيحتوي على نخاع العظم الأحمر خلينا نتطرق أكتر لهذا الموضوع طرحنا رسمة في كتابنا يا توجيهي من خلال هاي الرسمة الطالب بيعرف كيف تركيب العظم الكثيف وأيضا تركيب العظم الإسفنجي خلينا ننتبه أنا وإياكم لهذا الشكل في هذا الشكل يا توجيهه هو طرحنا العظم الكثيف منلاحظ إنه هذا العظم طبعا هو لو إيجينا نسألك وين موقعه هو موجود على الطبقات الخارجية لجميع العظام ليه؟ لأنه هو قوي وهو صلب فبدو يعطي قوة وصلابة ودعامة تمام؟ هذا العظم الكثيف بيتألف من خلايا عظمية هاي هي الخلايا العظمية وهاي الخلايا العظمية بتكون موجودة داخل ما يعرف بالثغرات إذن كل خلية عظمية موجودة في حاجة اسمها ثغرة تمام؟ في المادة بين الخلوية وهاي الخلايا العظمية مش مفصولة عن بعض هالبعض وإنما متصلة مع بعض هالبعض بزوائد مطلق عليها اسم الزوائد البروتوبلازمية هاي الزوائد البروتوبلازمية بتكون موجودة في قنوات أو شقوق صغيرة منسميها القنيات مرة تانية الخلية العظمية موجودة داخل فرجة أو ثغرة في المادة بين الخلوية وتتصل الخلايا العظمية بزوائد بروتوبلازمية الزوائد كمان موجودة في داخل قنيات طبعاً نحن ما بنحكي عن صف من هاي الخلايا العظمية نحن بنحكي تقريباً عن 4 إلى 5 صفوف من هاي الخلايا العظمية نلاحظ 4 إلى 5 صفوف وكلياتها مركزها واحد إذن هي مشتركة المركز لو تفرجنا أنا وياكم على مركز هاي الصفوف من الخلايا العظمية فيات قناة منسميها قناة هافرس هاي قناة هافرس بتكون فياتها أعصاب وأوعية دموية لما بنحكي يا توجيهي عن أوعية دموية فنحن بنقصد شرائين وأوردة وأكيد هون نحن بنتحدث عن الدم اللي بدو يحمل الغذاء والأكسجين إذن بتم تغذية هذا النوع من العظم من خلال قناة هافرس اللي فياتها هاي الأوعية الدموية إذن مجدداً العظم الكثيف هو عبارة عن خلايا عظمية في ثغرات تتصل الخلايا مع بعضها بزوائد بروتوبلازمية في أسئلة الوزارة طرح هاي الزوائد البروتوبلازمية موجودة جوه إيش؟ موجودة جوه قنيات اللي هي الشقوق أو القنوات الصغيرة أربع لخمس صفوف من هاي الخلايا العظمية وبتكون مشتركة المركز مركزها بيكون بيحتوي على قناة بسميها قناة هافرس وهاي القناة فياتها أعصاب وفياتها أوعية دموية مجدداً العظم الكثيف أهميته إعطاء القوة والصلابة أما بالنسبة للعظم الإسفنجي فهو إذا منتوا من تبهين بيكون موجود عندنا في أطراف العظام الطويلة وبتكون فياته تجاويف وفراغات من اسمه إسفنجي فهو ثياته فراغات أو فجوات هاي التجاويف أو الفراغات بتكون فيه بداخلها نخاع العظم الأحمر اللي حكينا عنه بالحصة الماضية اللي هو مهم في إنتاج خلايا الدم المختلفة في الجسم خلينا نكمل أنا وياكم إذن نحنا الآن من خلال هذا الشكل شرحنا نحكي لكم أنه أنت كطالب تعرف هو وين موجود في الطبقات الخارجية لكل العظام بدك تشرح طبعاً أي فقرة بتواجهت يا توجيهي في كتابك حاول أنك تحولها لنقاط لحتى أنك تفهمها وتسهل على نفسك حفظها فياتها جهاز هافرس اللي هو خلايا عظمية زي ما حكينا في الثغرات ومتصلة بزوائد بروتوبلازمية في داخل القنيات مترتبة في صفوف من 4 إلى 5 مشتركة المركز ونسينا نحكي لكم أنه فياتها قنوات عرضية كمان خلينا نرجع للشكل أنا وياكم هاي القنوات اللي هون شايفينها انتوا اسمها قنوات فولكمان هاي قنوات عرضية بترتبط فيما بينها ومع أيضاً قنوات هافرس هذا فيما يخص العظم الكثيف أما بالنسبة للعظم الإسفنجي منكرر هو أقل كثافة وبيحتوي على تجاويف أو فجوات وفياته نخاع العظام الأحمر وهذا النخاع أهميته إنتاج خلايا الدم لو سألنا في أسئلة الوزارة وين موجود العظم الإسفنجي هو موجود في وسط العظم القصير وأيضاً المسطح نتذكر يا توجيهي العظم القصير مثل مثلاً عظام الرسغ والكاحل المسطح زي مثلاً عظمة القص ولوح الكتف وأيضاً في نهاية العظم الطويل زي عظم الفخد والعظم نسأل الآن سؤال قسم الثاني في درس اليوم اللي هو إيش يعني غضروف لما باجي بحكي أنا جهاز هيكلي مش بس في عنا عظام كمان في عنا غضاريف مثلاً من الأماكن اللي في الجسم موجود فيها غضاريف منطقة الأنف منطقة صيوان الأذن فقرات بين العمود الفقري هاي كلياتها أماكن الارتفاق العاني اللي حكينا عنه في الحصة الماضية هاي كلياتها أماكن فيها غضاريف إيش يعني غضروف يا توجيهي الغضروف هو عبارة عن نسيج دعامي مرن بيتحمل الضغط والاحتكاك المستمر ولو جينا نسألك هو من إيش بيتألف هو بيتألف من مادة اسمها الغضروفين ومن مادة اسمها الكولاجين وهذا النوع من الغضاريف فعليا بيخلو من الأوعية الدموية وهنا نتوقع سؤال إنه طب أوكي هو بيخلو من الأوعية الدموية طب كيف بيتغذى؟ هو بيتغذى بطريقة الانتشار الآن وصلنا أنا وياكم لموضوع آخر وهو موضوع المفصل جسمنا مش كلياته عبارة عن جزء واحد متحرك لا في داخل جهازنا الهيكلي هناك ما يعرف بالمفاصل إيش يعني مفصل؟ هو عبارة عن جزء من الهيكل العظمي بيربط بين عظمتين أو أكثر المفاصل ممكن إنها تكون متحركة وممكن إنها تكون ثابتة وبالتالي إذن لو إجينا سألناك العظام كيف مربوطة مع بعضها البعض مربوطة مع بعضها بواسطة المفاصل المفاصل شو أهميتها؟ أهميتها إنها تساعد في الحركة وأيضا تعطي المرونة في داخل الجهاز الهيكلي إذن لو سألك ما هو تعريف المفصل هو عبارة عن المنطقة اللي بتكون التقاء بين عظمتين أو أكثر في عنا أنواع من المفاصل في عنا مفاصل من سميها ثابتة وفي عنا متحركة لكن قبل ما إننا نتطرق لهاي الأنواع أدرجنا شكل وهذا الشكل يا توجيهي مطلوب منا الأسئلة اللي بيجانبه خلينا نتفرج أنا وياكم على هذا الشكل منلاحظ يا توجيهي إنه هذا بيمثل شكل مفصل الفخد منلاحظ هذه هي منطقة الساق الآن منيجي منحكي ماذا يغطي نهايات العظم في منطقة المفصل هذه هي منطقة المفصل طبعا التقاء بين عظمتين إيش بيتغطى في هاي المنطقة؟ بغطي نهايات العظام حاجة منسميها الغضاريف الغضاريف هاي بتكون لينة وأكيد هاي الغضاريف بتكمن أهميتها لحتى تمنع احتكاك العظام مع بعضها البعض ما أهمية السائل الزلالي؟ لو تفرجنا إذن في عنا إحنا غضاريف هاي حكينا أهميتها منع احتكاك العظام مع بعضها البعض وفي عنا سألنا السؤال الثاني إنه إيش أهمية السائل الزلالي اللي موجود في المفصل؟ منلاحظ يا توجيه هون كتب لنا كلمة سائل زلالي هذا السائل الزلالي بيسهل اللي هي الحركة الانزلاقية للعظام وبالتالي هو بيعطي مرونة وبيمنع احتكاك الغضاريف اللي موجودة هون مع بعض هالبعض إيش اللي بيحدد حركة المفصل وبيمنع عظامه من الابتعاد عن بعض هالبعض في عنا جزئين في عنا حاجة منسميها الأربطة وفي عنا حاجة منسميها الأوتار وهذا بيقودنا للسؤال الأخير في الشكل إيش الفرق بين الأربطة والأوتار؟ إذن إيش اللي بيحدد حركة المفصل الأربطة والأوتار؟ طب إيش الفرق بينهم؟ ربط العظمة مع العظمة نطلق عليه اسم اللي هي الأربطة إذن حتى نربط عظمتين مع بعض هاي منسميها الأربطة بس عشان نربط عظم مع عضل هاي منسميها وتر تمام؟ هذا فيما يخص هذا الشكل اللي أمامنا الآن أنا وإياكم نسأل سؤال مهم جداً إنه إيش هي أنواع المفاصل يا توجيه؟ في عنا أول نوع من المفاصل منسميها المفاصل الثابتة هاي المفاصل الثابتة ممكن إنها تكون ليفية ممكن إنها تكون غدروفية وممكن إنها تكون عظمية وبتلتحم العظمتين مع بعضهم البعض طبعاً أبسط مثال عليها اللي هي الدرزات المسننة في الجنجمة طبعاً هاي الدرزات المسننة في الجنجمة بتوفر من خلال نسيج ليفي محكم تشابك محكم في منطقة الجنجمة وهذا الحكي مهم جداً لحتى إنه تسمح بتمدد ونمو دماغ الطفل في بدايات طبعاً حياة هذا الطفل لكن مع الوقت شوي شوي بتلتحم هاي الدرزات مع بعضها البعض وبتختفي أيضاً من الأمثلة على المفاصل الثابتة منطقة الارتفاق العاني اللي اتفقنا أو حكينا عنها في الحصة الماضية اللي هي بتكون هون عنا زي ما حكينا عظمتاع دي ماتال اسم اللي بيهتقوا من الأمام بمنطقة الارتفاق العاني هاي من المفاصل الثابتة النوع الثاني من المفاصل اللي هي المفاصل المتحركة والمفاصل المتحركة هي نوعين في عنا محدودة الحركة وفي عنا واسعة الحركة محدودة الحركة من اسمها هي تتحرك باتجاه واحد وأبسط مثال عليها طبعاً هي بتجمع ما بين القوة والحركة ومن الأمثل عليها فقرات العمود الفقري المتحركة هون انت كطالب توجيه بدك كتير تنتبه لهذا النوع من المفاصل لأنه بيجي عادة بأسئلة الدوائر أيضا بالنسبة للمفاصل المتحركة النوع الثاني اللي هي حرة الحركة حرة الحركة ميزتها إنها بتحتوي على سائل زلالي هذا السائل الزلالي حقيقة بيساعد إنه يعطيها مدى واسع للحركة وهذا مهم في حركة الأطراف أبرز مثال عليها مفصل الكتف الآن خلينا نسأل سؤال بعد ما تعرفنا على المفاصل الثابتة والمفاصل المتحركة إيش ممكن يصير لو كانت كل مفاصل جسمنا ثابتة؟ أكيد يا توجيهي رح نكون نحن مثل شكل الجماد رح يكون الشكل تماما عبارة عن تقريبا كأنه في شلل أو الحركة بتكون بطيئة تماما طب نيجي للعكس ماذا لو كانت كل المفاصل من النوع المتحرك هذا معناه إنه الإعظام رح تتحرك بكل الاتجاهات والمفاصل أيضا هذا رح يسبب خلل في الحركة والانتقال تحديدا في مفاصل مثلا الجمجمة نحن بنحكي الجمجمة طحية منطقة الدماغ فخلينا نتخيل إنه لو كانت تتحرك في كل الاتجاهات هذا رح يسبب مشاكل جمعة في الجسم لذلك نحكي إنه المفاصل في جسمنا مش كلها ثابتة ومش كلها متحركة من الأسئلة اللي تم إدراجها في الوزارة مثلا في سنة 2019 سأل الطالب ما أهمية القنيات في النسيج العظم الكثيف نذكرين يا توجيهي وقت شرحنا تركيب العظم الكثيف حكينا في عندنا القنيات القنيات يا توجيهي تمتد فيها الزوائد البروتوبلازمية خليل عظمية جو ثغرات وهي الخلايا تتصل بزوائد بروتوبلازمية موجودة في داخل القنيات من الأسئلة اللي انطرحت أيضا في 2018 كم النسبة التي يشكلها الكولاجين من بروتينات العظم اتفقنا يا توجيهي أنه في عندنا الكالسيوم بشكل ثلثي كتلة العظم أما الكولاجين والبروتينات الأخرى فبتشكل الثلث من الأسئلة أيضا اللي تم طرحها في الوزارة في سنة 2020 صف تركيب وموقع العظم الإسفنجي العظم الإسفنجي حكينا بيحتوي على تجاويف فجوات بيحتوي على نخاع العظم الأحمر لإنتاج خلايا الدم ومواقعه حكينا وص العظام القصيرة مثلا والمسطحة وفي نهايات العظم الطويل من الأسئلة أيضا اللي تم طرحها ماذا تحتوي تجاويف العظم الإسفنجي الآن أجبنا عليها هي بتحتوي على نخاع العظم الأحمر إذن يا توجيهي هون بدنا نحكي لكم شغلة إنه أسئلة الوزارة هي حقيقة بتكون من مادتك يعني من الكتاب بس مطلوب منك إنك تكون كتير مركز في الدراسة المهمة اللي مطلوبة منك اليوم هي إنك توصف كيف بختلف العظم الكثيف عن العظم الإسفنجي في التركيب وفي الموقع وبننوه إنه عن فكرة هذا كمان كان سؤال وزارة في سنة 2013 إنك تقارم ما بين العظم الكثيف والعظم الإسفنجي ما انتهى الجهاز الهيكلي في الحصة جاء أنا وياكم رح نحكي عن الأمراض التي تصيب هذا الجهاز وياكم رحي